موسيقى ليلة أخرى مرت على مدينة معان تجددت فيها أعمال الشغب احتجاجا على وفاة الشاب قصي سليمان الإمامي الذي أصيب بعيار ناري إثر تواجده في منطقة تبادل إطلاق النار بين قوات الدرك ومجموعة من الأشخاص ميدان بهجة التلهوني في وسط المدينة شهد تجمهر عشرات المحتجين الذين قاموا بإشعال الإطارات وإغلاق الشوارع بالحاويات والحجارة ما استدعى تدخل قوات الدرك إلا أن الأحداث تطورت إلى اشتباكات مسلحة قرب محكمة بداية معان ومدينة الحجاج أصيب على إثرها ثلاث شبان بالرصاص من جهة أخرى قام محتجون بحرق محطة تحويل الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الطيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية مشهد تكرر على مدار هذا الأسبوع لتتصدر معان عنوين الأخبار بين قلق المواطن مما يحدث هناك وتداعياته وتحليل المتابعين الذين يراقبون الحدث وباتوا الآن يصفونه ببوادر أزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر